السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا حضراتكم جميعا في الفيديو السابق تعلمنا ازاي نرسم السلم في الريفت بالاشكال الجهزة في برنامج الريفت في الفيديو دا ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسم السلم في برنامج الريفت باي شكل احنا محتاجين بطريقة الاسكتش عندنا شكلين للفيديو هنطبق عليهم طريقة رسم السلم انا جايب لك مثالين حضرتك تقدر ترسمي الاشكال التي تعجبك دي مجرد امثلة تمام علشان نبتدي نحول هذا هذا الاسكتش الريفت هنروح ثم نضغط ستير ثم نختار نوع السلم وليكن المونالاتك خرصانة ثم بعد ذلك نضغط على ايدي الطايل اتأكد من الايمة والنايمة زي ما تعلمنا في الفيديو السابق ونتضغط اوكي ونتأكد من اللي اللي هيبدأ منه السلم والليفل اللي هينتهي عنده السلم بعد كده هنضغط على ايقونة مكتوب تحتها create sketch بعد ما نضغط على هذه الايقونة هنلاقي في ثلاث خيارات عندي في في رسم السلم بهذه الطريقة اول خيار وهو boundary من خلاله بابتدي ارسم الحدود الخارجية والحدود الداخلية للسلم بتاعي هضغط على decline وابتدي ابك الحدود بتاعتي بهذه الطريقة ثم ابتدي ابك الحدود الداخلية بهذه الطريقة مع ملحظة ان هذه الخطوط لازم تكون متصلة نينفعش يكون في خط متقاطع مع خط او خط مش واصل لخط تمام ثم بعد ذلك هضغط على رايزر وابتدي ابك الدرج بتاعي لهذه الطريقة مش شرط بالترتيب بس المهم اني ما انساش درجة هنا انا هعمل تراجع وغلط وابتدي ابك هذه الخطوط واحدة ورد ثم بعد ما خلصت الدرجة بتاعي ابتدي اضغط على ثالث الخيار عندي وهو استير باس اتجاه الصعود بتاع السلم ابتدي من اول ضرية اضغط click وابتدي اذهب الى على ثم اضغط انتهي عند اخر ضرية وابتدي اقطار الكرب وابتدي من هنا لهنا ارسم الكرب التاعي ثم ارجع للاين تاني وابتدي انهي عند اخر ضرية مع ملاحظة ان لازم المسار ده يتقاطع مع كل الرايزر اللي عندي بمجرد ما خلص ابتدي اضغط علامة الصح مرتين هلاحظ ان السلم اترسم عندي بكل سهولة لو رحنا شفنا شفناه في السري دي هنلاقيه اترسم بطريقة مظبوطة وجميلة هرجع لليبل وان لو اخترنا السلم لو حبينا نطبق نفس الخطوات على الشكل التاني للسلم هنروح الاركتوتشار ونضغط على ستير زي ما تعلمنا تفكرني بالسيف ثم بعد ذلك نضبط الاعدادات اللي احنا اتكلمنا عنها واضغط سكيتش ثم ابتدي بالباوندري اضغط بك وابتدي ابك الحدود الخارجية بتاعة السلم ثم الحدود الداخلية بتاعة السلم ثم هاضغط على وابتدي ابك الدريك اللي عندي كله بهذه الطريقة نفس كنترول زات نفس الخطوات السابقة زي الطريقة مش شرطه زي ما قلنا كنترول زات مش زي ما قلنا مش شرط بالترتيب بعد ما نخلص طبعا في واحدة في درجة سناعة بعد ما نخلص كل الرايزر ونطبق الشروط اللي احنا قلنا عليها انما نكون اخد مبتصلة مش متقطعة اضغط على استير باس وابتدي اخد الدرجة بتاعي ازيد الطريقة ازيد الطريقة واقول له مثلا جرب الحدود دي مش مشكلة يعني ايا كان ازيد الطريقة خلصت اقول له صح صح تاني اتجاه لازر الرسالة كده انا برضو اسم السلم بتاعي بطريقة صحيحة اروح للسري دي عشان نشوف الشغل بتاعي هلاحظ ادي السلم الاولاني وده السلم التاني هارجع تاني لليبل وان لو حبيت اتحكم باتجاه الصعود اختار السلم بتاعي اختار السلم بتاعي هلاقي فيه سهم لاسفل لو ضغط عليه هيبدلي اتجاه الصعود لو رحنا للسري دي بهذه الطريقة نرجع هنرجع تاني لليبل وان بهذه الطريقة تقدر انك ترسم اي سلم عندك واي شكل لأي سلم انت محتاج ترسمه ايا كان شكله حتى لو كان شكله معقد مش شرط تلتزم بالاشكال اللي احنا رسمناها الاشكال اللي احنا رسمناها دي مجرد امثلة فقط لغير عشان نشرح عليها انصحك انك تتمرن على طريقة السكتش لانها طريقة مهمة جدا في برنامج الريفت هي اللي من خلالها هتقدر ترسم اي شكل في برنامج الريفت وانصحك انك ترسم اكثر من سكتش باكثر من شكل للسلم في برنامج الريفت ضوران وكرف ومكسر ومضلع وثلاثة قلبات وقلبة واحدها كذا ترسم كذا شكل بحيث انك تتمرن عليهم ولو وجهتك اي مشكلة تقدر تتبهى في صندوق التعليقات وان شاء الله اقدر اساعدك في حلها ان شاء الله لو رحنا للسري دي هنتفرج على جمال الشغل اللي احنا عملناه بطريقة سهلة وبطريقة جميلة جدا يعني لو خبينا ناخد قطاع في هذا الشغل بتاعنا حبينانا قطاع في السلم ده وروحنا ضغطنا على القطاع هلاحز يعني الشغل رائع جدا وخلي سوف تفرج على الروعة بتاعة برنامج الريفت مهم جدا انك تنفذ الخطوات اللي احنا تكلمنا عنها بالترتيب وانك تخلي بالك ان الباوندري لازم يكون متصل وان الريزر تكون متصلة او بوصلة للباوندري لا تكون متقطعة معها او مش وصلة لها عشان ما يطلع لكش خطأ وبكده تكون المحاضرة بتاعتنا انتهت اشكركم ويرب اكون قدرت توصل لكم ولو معلومة بسيطة في هذه المحاضرة الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير باذن الله واشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته